في إطار اللقاءات المستمرة التي تجريها بكيركي من أجل تقريب وجهات النظر في الاستحقاق الرئاسي حيث يجول رعي أبراشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بونجم موفدا من البطريارك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي على مختلف القوى السياسية المسيحية وبعد الحديث عن التحضير للقاء يجمع الكتل المسيحية في بكيركي تشير مصادر الصرحة البطرياركي للأوتي في إلى أن اللقاء لم يتبلور بعد بانتظار استكمال المشاورات حول أسماء جميع المرشحين المحتملين لتقريب وجهات النظر معتبرة أن الأجواء الحالية إيجابية مع مختلف القوى السياسية أما حول استثناء بعض الأسماء من التداول فتؤكد المصادر بأن بكيركي لا تضع فيتو على أحد وأنها على مسافة واحدة من الجميع وفي هذا الإطار مصادر التيار الوطني الحر أكدت للأوتي في أن التيار لا طالما كان متمسكا بالحوار ويدعو إليه وبالتالي هو منفتح لأي دعوة تصدر من بكيركي لأنه لا يمكن إتمام الاستحقاق الرئاسي بدون الحوار خاصة بين القوى المسيحية كما أكدت مصادر التيار أن أجواء التشاور مع المطران بونجم إيجابية حيث تم التشاور بالعديد من الأسماء وجوجلة الأسماء المطروحة ومن جهة أخرى اعتبرت مصادر القوات اللبنانية أن النقاش مع بونجم مفيد من أجل تسليط الضوء على الوضعية السياسية والوطنية برمتها كما أكدت على موقفها الرافض للمشاركة في أي حوار رباعي وعدم المشاركة في لقاء يجمع 64 نائبا إلا ضمن آلية واضحة ينتج عنها اسم مرشح في نهاية اللقاء وعلى عكس القوات أكدت مصادر حزب الكتائب عبر الوتي في أنها تلبي أي لقاء تدعو إليه بكركي وأنها تفضل تحديد بعض النقاط المتعلقة بمواضيع أساسية وبناء عليها يتم اختيار الأسماء المطابقة لهذه النقاط كما أكدت المصادر أنها لم تطرح أي من الأسماء للمرشحين في اللقاءات التي حصلت مع المطران بونجم إنما عرضت عليها لائحة من الأسماء وهي لم تعترض على البعض منها أما مصادر تيار المردة فأشارت للوتي في إلى أنها توافق على المشاركة في أي حوار وأي لقاء تدعو إليه بكركي إلا أن الأمور تبقى مرهونة بشكل الدعوة وجدول الأعمال المطروح في حينه